إفق الثقة في نفسه، تعامله مع الآخرين، ممكن أن يحدث معه اكتئاب. صدقاً. الثاني، الأطقم المتحرك بشكل عام، إذا لم يكن المريض حريص جداً، ممكن تؤدي إلى تأثر على الأسنان المجاورة. لأنها ماسكة بمكانها عن طريق أنها مثبتة بأسنان قريبة منها. فغالباً هذه القوة التي تأتي على الأسنان تنتقل للأسنان المجاورة. تؤدي إلى هلاك أو خراب الأسنان المجاورة. أيضاً صعوبة التنظيف. الأطقم المتحركة تساعد على أنه عناية فيها أصعب. برضو هذا يعدي إلى خراب في اللثة وخراب في الأسنان. فغالباً آخر حل يلجأ له هو الأطقم المتحرك. هذا آخر حل. بظروف مثل المريض غير مقدر مدياً. كبير عمر وحال الصحية. عدم القدر على إجراء جراحة مثلاً. إذا كان مريض سكري غير متحكم فيه مثلاً. يعني سكري عنده عادي. الآن الخيار الثاني هو التركيبات الثابتة. أو معروف عنها تيجان والجسور أو العربي نسميها الجسور الثابتة. الآن الجسور مبدأ عملها أنه أنا المنطقة المفقودة. أنا مفقودة عندي سن واحد. أنا بحضر السن اللي أمامه والسن اللي خلفه. بس تخدم هدول السنين كدعامات ليحملوا السن المفقود. بالوسط؟ بالوسط. يكون ملزق بهذه الأثنين. أيضاً يضع عليهم تيجان. والثلاث تيجان يكونوا موصلين ببعض. موصلين ببعض. الآن الخطر الأكبر في هذه التركيبات الثابتة. أنه أنا في سنين ما مالهم إشي. بصحة جيدة. يمكن أن يكونوا أبداً ينقص أسنان سليمة. أخذ منها 2 مليا أو 3 مليا. أنا دائماً كل ما أحكي أنه أي علاج فيه يحفر للأسنان. هو علاج غير تحفظي. أبداً أبداً أبداً. هذا آخر شيء. طب الأسنان هلأ تحفظي. بشكل عام. كل جوانب طب الأسنان. أي شيء. الطبيب أنا عام ببرد من الأسنان. لازم أنتبهون في شيء. خلينا أدور أخيار تاني. أحياناً الطبيب مضطر. إذا بقدر أتفاد هذا الشيء دائماً أفضل. السن اللي بروح منه ما بيرجع. فأنا بردت سنين أو خربت سنين لأحمل السن الثالث. فهي أول شيء. اثنين القوة اللي بيتحملها الجسم. إن الله خلق كل سن ليتحمل قوة معينة. أنا هلأ السنين هدول عم بعرض عليهم حمل صاحبهم اللي راح. فأنا برضو عم بزيد الضغط عليهم. فعلاً الأسنان ممكن أيوك اللي بتشيل السن المفقود. على أكثر راح تدهور مع مرور الزمن. بس ما نحكي مثلاً توقعات عمرية. يمكن غلط نحكيها طبياً. التوقع العمري كله على بعضه بالطب هو غير مثبت أو غير يعني إشي. مش مثبت أو مسند طبياً. نحكي ببعض الحالات هو إفدنس بيس إذا معمول عليه. أبحث استمرت على مدى عشرات السنين. قد منتوقع أن يكون طول عمر مثلاً التركيبات المتحركة أو الثابتة أو نقدر نعطي أعمار عليهم؟ متحركة بتقدر مثلاً أي طائم متحرك. نقدر يعني خمس سنين، ثلاثة خمس سنين، سبع سنين نكون في الخدمة غير مشاكل. هلأ أغلب الناس، نسمع إحنا للناس، قد ما كان العمل متقن، ممكن موضوعه نفسي. يا دكتور، لست يومين ثلاثة وشلحته؟ عم بنشوف مع الناس وما بيصمدش أسبوعين، ثلاثة شهر، غالب الموضوع بيكون نفسي. هلأ في الجسور الثابتة أو التركيبات الثابتة عم نلقى إنه نسبة الحياة أو الاستمرارية لعشر سنين هي خمسة وتمانين بالمئة. هلأ دائماً بحكي للناس، أي علاج في طب الأسنان ناجح يتوقع إنه يقعد عشر سنين. هذا رقم يعني ممكن إنه.. بزرط، هذا رقم إنه أنا الشغل يعني جيد، كان جيد أو الدكتور تعب عليه. لكن أنا لما أتفرج على زراعة الأسنان، عم بلأ إنه إذا أنا بدأ أشتغل على عشر سنين أو خمستاشر سنين، عم بلأ نسبة نجاح 98 و 97 بالمئة. فهذا برضو عم بميّل الكفة لإنه موضوع زراعة الأسنان، إنه تعويض كل سن بزرعة أو باستعاذة مثبتة بالسرعة. ومن فوائدها الأخرى كمان لزراعة الأسنان، إنه يكون ما بنضطر نحف. أول شيء ما بنضطر نبرد الأسنان المجاورة. رقم اثنين الزراعة ما بتسوّس، بس بدأ عناية باللثة. زي العناية الأسنان الطبيعية. عناية الأسنان الطبيعية. الزراعة القوة موجهة بس عليها. أنا ما عم بعرض الأسنان الثانية للخطر. وجود الزراعة لها شغل جزء معقدة شوية بس حلو الناس تفهمها. هناك نسبة كبيرة من العالم لما تفقد سن، يتطنش. ما أريد أن يحدث؟ ما هي الأذرار المترتبة بأن أصيب السن؟ بدون علاج. أو هذا الفراغ محل ما كان فيه سن؟ بالضبط. لا أضع فيه شيء. ما سيحدث؟ بالضبط. هذا رقم واحد بأثرة عملية الهضم. هناك نسبة كبيرة منها تدعي أنه عنده مشاكل عصر في الهضم. لا أعلم ما هو السبب. هو السبب أنه لا يطحن كويس. لا يأخذهم الأكل كويس. لا يأخذهم الأكل كويس. ممكن أن يؤثر على النطق. ممكن أن يؤثر على شكل الإنسان. يعني يأتي حدا الزراعة الذي يأخذناه الدعم للشفايف والخدود. هذا جاء من الأسنان. كلما يخلق كلما يخطر. يصير يفوته وخدوده للجوة. ويأرطب تمه ويزمه. ويأرطبه على بعض. أقول لك هذا كبر. لا يمكن أن يفقد أسنانه وقت غير. السببات يأخذوا مثلا ويجوع. يا دكتور. هذا مثل الغلط. يخلعه ويخلع وجهه معه. لا يظبط. أقول لها بخلعه وبتخطر معه. يعني كل سنة بنشيله ويشيل لك خمس سنين. أخلع ويخلع شبابك معه. ويخلع أسنان مثلا الأنياب. الأسنان الضواحك تمام. هاي عم تعمل لي سبورت لنا للخد. هلأ في شغل مثلا بالجمال. أنا كلما عم بخلع الأسنان. الزوايا السود الكورنر السبعون التم. بالضبط. دول كلما يكبروا. عم بيعطوا أن الواحد عم بختي. بلو مخلص أعطينا كلوز على وجه. خلينا أقول لهم شو عم بيحكي الدكتور. هلو طالوا على أين عم بضحك. صح؟ هون وهون في شوية سواد. هون في شوية سواد. هلأ لما تخلع هذا السواد اللي بالزوايا بيزيد. فبصير الشكل صدقا. أتصور هاي هي المعلومة دكتور مضبوط. بالضبط. إنه بيعط الإنسان منظر أنه أكبر بالعمر. هلأ كلما عم نخلع أسنان تجاعد بالوجه بتزيد. الشفة بتقشط لجوة. الفولز هاي بتزيد. فكثير يعني له علاقة بمظهر الحيوية والشباب لأي إنسان. هلأ أيضا هاي المسافة اللي تجد عن فقدان الأسنان. بتأثر على الأسنان المجاورة. يعني بتبدأ الأسنان تحرك. بتحاول تسكر هاي الفراغ. هذا بيعمل مشاكل في الإطباق. ممكن يعمل مشاكل بالمفصل الصدقي بعدين. فأنا أوكي بخلع سن. بس عم بجر حالي لمشاكل كثيرة. هلأ يفضل دائما أنه أنا أبدأ في تعويض هذا السن مباشرة. نفس اللحظة. أوكي؟ ساعة من فقدته. من أولها أبلش نخطط لتعويضه. 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 هلأ إذا أنا ما كان معي مجال. يفضل ما أتأخر. يعني مثلا. هلأ كثير ناس لن نحكي بتفصيل أكتر. بتخاف من عملية الزراعة. أوكي. قلنا عنها. تفضل. هلأ. أو المعلومة الصورية اللي كنت تحب تفكيها. بالضبط. هي أنه أنا لما أتأخر بالزراعة. بحليها صعبة. نسبة النجاح بتإن؟ بالضبط. طول عمري والله أنا بدي قتني على كلام الدكتور تامر. وأقول أنا بحكي لمرضاي هاي المعلومة كثير. صدقا يوميا شو بحكي لهم يا. التأخير في العلاج يا أخوان. وهي نصيحة من أشهر أطباء الأردو في منطقة العربية. عم بقولكم التأخير بالعلاج ضر ما نفع. هاي إلى نسبة النجاح. هتزيد التكلفة. هتصير أصعب طريقة العلاج. ويمكن يعني يصير بدنا أكتر يزيد الضرر. يعني فهي نصيحة ما تتأخر. والتأخير في العلاج حتيقي يعني حتيقي. عم بحكي يجوا عالدكتور سنال. أخيرتهم يجوا. طيب دكتور. خلينا نقول بدي أضحط بعض المعلومات الخاطئة. أول إيش قلنا عن درجات الزرع. أول إيش رح ناخد إتصال ونرجع معهم. أماني أنت معنا على الهواء. تفضلي أماني. أماني. أعلو مرحبا. أعلونا الصوت شوي أهلا 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 يا أماني. كيف الحال إن شاء الله تمام. أهلا وسهلا. أهلا بدي أوس بس أهلا بمعنكم عم تحكوا عن زراعة الأسنان. ولو إنه شوي مش هو سؤال طبي أد ما هو سؤال حني. إنه ليه عم بيعترف الأسعار بين الأطبة بالنسبة لزراعة الأسنان. إذا هي فعلا بتعتمد على موضوع الإمكانية الدكتور وشطارته. بس بتروح رحنا على أكثر من دكتور. بتلاقينا هذا بيعطي سعر وهذا بيعطي سعر. فنورونا صوي. إيش اللي هو. بناش نقول بالأسعار على قد ما هي. إيش الصح إن الواحد يعرف يختار. احترنا شو نختار أي دكتور. مين الأصح منه ومين الأشطر اللي بيستاهل الواحد يدفع له. طيب إن شاء الله كل الزملاء المؤهلين يعني هم أطباء شريفين. محترنين جميع أطباء الأسنان إن شاء الله في الأردن يكونوا على نفس هذا الثقة. بس فعلا دكتور عم تسأل سؤالها ليش في سعر هون تسمع حدا عم بيعمل زرعة بهال أد هيك. وفي حدا عم بيعمل زرعة بهال أد هيك. شو يعملوا الناس يقطعوا حالهم؟ يعني شو الصح؟ السؤال كتير حلو. هلأ أنا بستغرب من الناس بصراحة. هلأ مرجعية الطبيب لازم تكون أسعار نقابة أطباء الأسنان الأردنية. فإن أنا مش هادت ليش ناس بتغلب حالها. يعني إن بفتح على موقع الوب سايت تبع النقابة. موقع النقابة بالضفت. موقع النقابة بالضفت. الأسعار اللي أطب الأسنان في الأردن عم بيستخدموها هي أسعار 1999. يعني ما صار فيها لا تضخم ولا مبالغة بالأسعار أبدا. على الأسعار المثبتة من نقابة أطباء الأسعان الأردنية. هذه الأسعار من النقابة فيها تفصيل للطبيب العام، للطبيب الأخصائي، للطبيب صاحب الخبرة، لطبيب عيادة أو لطبيب مركز. بالضبط. بحد أدنى وبحد أعلى. هناك عدة عوامل تدخل بموضوع السعر. هناك شيء طبيعي مثلا، أنه أنا ألقى الطبيب المختص أو الطبيب ذو الخبرة الكبيرة مثلا، أنه ألقى بشكل نسبي مثلا، أنه يطلب شوي أعلى. شوي أعلى. لن نركزها كلمة شوي أعلى. هل هي بس لأنه عنده خبرة؟ ليش الطبيب اللي عنده خبرة، طبيب بيحتاج لكلفة أكتر؟ ممكن وضح شو بيعمل الطبيب اللي عنده خبرة؟ ماذا يعمل المختلف؟ لما أقولها مثلا، أنه زراعة الأسنان، تمام؟ الطبيب العام يتخرج من الجامعة غالبا غير مدرب أو غير مؤهل لزراعة الأسنان. يلزم للطبيب ما لا يقل عن 200 ساعة دورات تدريبية أو 100 ساعة حسب البلد، ليكون مؤهل لزراعة الأسنان. هذا الشيء يلزمه وقت، يلزمه جهد، يلزمه سفر، يلزمه الكاليف، علم دراسة، مراجعة، تحضير. الطبيب الأخصائي هو شخص غالبا درس من سنتين لأربع سنين ليتخصص في هذا المجال. هو فرق نفسه أو قضى جزءا من عمره في هذا الجزئية من طب الأسنان. الآن، لكي أختي لفاعت لأي لأي مريض، أنا أرى تسعير النقابة، في حد أدنى وفي حد أعلى. ماذا من ضمنها؟ أنا إلي حرية الإختيار؟ الآن، الذي أقل من الحد الأدنى، هناك مشكلة. لماذا هناك مشكلة؟ إذا أقل من الحد الأدنى اللي حاطيته النقابة، يقول لك المواطنة عم يوفر عليه أرخص، لماذا هناك مشكلة؟ السعار النقابة مدروسة بدقة. أعرفش كثير من السمعوا مثلا، بالزرعات مثلا المقلدة أو الإسرائيلية اللي عم بيتفوتوا على البلد، أو زرعات حتى غير موافقة وزارة الصحة، يعني صدقا فيه شغلات غير صالحة، بالزبط، غير صالح للاستخدام البشري، وعام بتفوت عند بعض ضعاف النفوس، وعام بيزرع فيها، حتى المريض أوكي ممكن أخذ سن، بس المشاكل للأسف، طب الأسنان أغلب المشاكل، ما بتباني إلا بعد ثلاثة وأربعة ستين وخمس سنين، فدائما أقل من الحد الأدنى تبع النقابة، معناته فيه مشكلة، فيه كوستشن مارك، بالزبط، مدام هو عم بيزرع لك بهذا السعر المخفض عن كثير من الأخصائيين، وعشان أطمن بال المرضى، أنا بنصحكم، لما تيجوا تعملوا زراعة، روحوا عند أخصائي،